وهتكون ايه معانا على الهاتف مهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية باش مهندس صباح الخير صباح الخير يا فنم اهلا بحضرتك دلوقتي يا فنم احنا عايزين نعرف يعني البعد الاقتصادي لهذا المنتدى والتعاون الكبير الاقتصادي الموجود بين مصر والصين اولا نقول حكين اولا ان الصين يعني مدينة مصر بالناخية اول دولة افريقية عربية اعترفت بها لما الصين انشأت دولتها الشيوعية زمان جدا ايا مونتي تونج كنا اول ناس اعترفوا بها من افريقيا اول عرب كناكنا تمام النهاردة الصين جابت باستين باستة دجارية ايوه اجتماعين بارخ مع رجال اعمال بصليين خانتحاول ان تستبرد من مصر ما يمكن استيراظه عروف انا الصين مصدرين قوي قوي مصريقيا ا密سرش حاجات كثيرة هي اللينا عايزة تساعدنا وتساعد نفسها بناها تستبرد مننا كل ما يمكن استيراظه اجتماعين بارخا اجتماع بين المصدرين المصليين والصنوع المصريين مع المصدرين الصينيين بحيث انهم يعرفوا ماذا يمكن ان يستردون من مصر يشتغلوا عليه النهاردة كماعا ان شاء الله بعد الدور النهاردة في جامعية رجال العمالة المصريين الجديد بين المشتثمرين الصينيين والمشتثمرين المصريين تمام فيه 40 مشتثمر مصري حيكون موجودين مع المجموعة الصينية اللي جاية عشان الصين حتى دفعه كمس مجالات حاجة تتكلم معهم على النهاردة حاجة تتكلم فيه صناعة الدواء حاجة تتكلم فيه صناعة المعدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حاجة تتكلم فيه صناعة معدات الميا والمجاري طاقت المدن تمام معروفة عندنا نقص كبير جدا فيه استكمال مشوار المجاري تمام والموضوع الرابع فيه المطارات في ايه فندم في المطارات؟ تبني مطارات تبني مطارات اه تمام دول خمس مجالات جاية تقول أنا عايزة أتكلم معاكم فيهم مركزها عليهم النهاردة باكتب مع بعض الضغط في الجماعية رجال عمال إن شاء الله مع موقع رجال عمال مثليين وصيليين للتركيز على المؤقت تمام اقتصاديا أكيد إحنا طبعا يعني ده تعاون رائع جدا بس إحنا عايزين نعرف وجهة نظر حضرتك كمختص في هذا الشأن يعني إمتى ممكن نبتدي إن إحنا نستشعر هذا التعاون على الأرض يعني حضرتك قلتني دلوقتي كازا صنوع مهمين جدا ومحتاجين بالأرض وإحنا محتاجينهم بالفعل إمتى نقدر نحس بالنتائج دي من وجهة نظر حضرتك بصي نتائج الاستيراد بالتباد أوجي على طول يعني هو اللي مستورد مننا النهاردة أي حاجة أه تمام نتائج الاستيراد لو كان اجتماع مبارح حالبا نتائجه طورة تنفيذ عمالات الاستيراد وهم مفتوحين لأقصى كمية صدرها لهم وشديد تعتمد على شطارت نحنا بقى وهم يجايدهم وقالين إحنا جايين نستورد أي حاجة منكم تصطح لنا عنها إننا إحنا بقى نركز على المروض قوي طب والتسهيلات يا فندم اللي إحنا المفروض نقدمها برضو هل في تسهيلات معينة نقدر نقدمها إحنا مفيش تسهيلات عمالات غدامة أهم حاستورد حايتم عطلوس يوم ما يستورد على طول طب